أهلاً، الساعة الخير يا فندم معاك حازم Can I help you؟ آه يا فندم مفيش مشكلة أمورني تمام، spicy ولا حرق؟ medium ولا وسط؟ كان ولا machine؟ أوكي، تحب البطاطس عادية ولا على شكل نجوم مبتسمة؟ آه، طب تحب العيش عادي ولا على هيئة وشوش منفعلة؟ طب تحب المشروب عادي ولا في شكل أنهار منفجرة؟ تحت أمر يا فندم، البطاطس إكترا تشيز، العيش إكترا دقيق، الكولا إكترا غازات، أوكي يا فندم، مرسي قوي، شكراً لزوء حضرتك، شكراً، شكراً، شكراً لا يا فندم مرسي، مفيش داعي للشتيمة ده شغلي، مرسي جد يا فندم، مع السلام، مع السلام آه يا فندم، ساعة الخير معاك حازم، Can I help you؟ أيوة يا عين أمة، you must help me، عايزك تلم امراتك دي شوية، تشكمها، تحجمها، تفاهمها أن أمك هي الكل في الكل ماما، 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 تتصل بيها على الهوتلائن يا ماما، معقولة؟ ماما، ده رقم الطلبات، هحولك على رقم الشكاوي، ثانية واحد الله، ومال يعني أكلمك فين؟ هو أنت عمرك بترد على تليفون؟ ماما، أنا أكل عيش أرد على تليفونات، كلمتك وما رديتش على نفس الرقم؟ على نفس الرقم يا فندم؟ هو أنا حلتي غير الرقم ده أنا وكوس آآ، أمور يا فندم، طيب طلب حضرتك إيه بالظبط؟ تديها كلمتين في جنبها، مرتك الباردة دي باردة، حاضر يا ماما، حاضر، هي البيتزا هتبقى، لا البيتزا هتبقى سخنة وإن شاء الله يعني بالنسبة لجنبها، أنا 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 هنديها في جنبها، هنديها في جنبها، هتبقى ستافتكراست نظبط لها جنبها حاضر خالص، إن شاء الله، طيب شكرا يا فندم على اتصالها آآ يا ميلة بغتياني، يا حظك المناي اليسير معانا لو كنت جبتلي حت الدد، كان زمانها دلوقتي بقت عكازي مش الصبيان، اللي أول ما يتجوزوا، يسيبوا ماما ويروحوا ماشيين يا ماما ماشيين، ماشيين فين، إحنا ساكلين في الشقق اللي فوقيكي ماشيين أوكي يا فندم، ماشيين أوكي، يعني مش كان كان؟ معانا لو كان عندي راجل، ما كانش بقى ده حالي أفنت ظهرت شبابي عليكم، من ساعة المرحومة مات شوف بعالي قد إيدي الوقت آآ من تلاتين لاربعين دي يا فندم، من تلاتين لاربعين دي أول أوردر يكون عند حضرتك إن شاء الله هتكلمها؟ آآ حاضر يا فندم هتشكمها؟ من عناي يا فندم وما تنساش تحجم لا، أوكي يا فندم، تحت أمر حضرت أوكي آآ لا، لا، تمام يا فندم، شكرا مرسيها قوي، شكرا على اتصالك، باي باي آآ آآ، مساء الخير يا فندم، معاك حازم، can I help you؟ أيوة يا حازم، help me، لو سمحت help me هيبة، إيه يا إخوانا فيه إيه؟ تتصل بيها برضو على نفس الرقم ده، معقولة نفس الرقم يا فندم، البيانات متسجلة عليه، مش كده؟ الصوت واضح معايا كده؟ إيه يعني لما أكلمك على رقم الشغل، ما كل الستات بتتكلم الجوازي على تنموت الشغل وعادي عادي؟ عادي؟ مش سبايسي؟ مش سبايسي، أوكي يا فندم، العادي طبعا بيبقى قلطف كتير، زوق حضرتك ممتاز أمك كانت مصممة إنها تأكل الولد من الرز اللي هي عاملة، وأنا جيت أدوق الرز، لقيت كله بهارات وإرفع، وإنت من أيام الخطوبة كنت أقل لي إيه؟ قلتلك لما تلاقي ماما حتى إرفع الرز عرفي إنها بتداري على جريمة وإيه كمان؟ وإن الرز ده بيبقى معمول من وانا في الإعدادية ومتأيف ومتسخن ونصحتني بإيه؟ إنك تقاومي وترفوضي بأي تمن وبأي شكل إنك تكليه ليه؟ لأن الرز ده من الحفريات، أنا عارف وهو ده اللي أنا عملته بالزبط، قلت لها شكرا يا تنت، وإحنا خلاص متغدين خطة في منتهى الزكاء قفشت، قفشت، وطلبت معاها إن هي تشربنا الفراولة اللي في الفريزر أبا، الفراولة، أنا أوعى عليها في نفس الفريزر، نفس الفراولة من وانا في الإعدادية سنة 82، ما، 82 يا فندي 82، البطل أحمد عبدالعزيز، طب تؤموني بحاجة تانية؟ شكرا، شكرا، هي قفشت بقى كده وقالتلي هتشرب الفراولة، يعني هتشرب الفراولة طب ماشي، استني، 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 معي أوردر، معي أوردر يا فندي، مساء الخير؟ هتشرب الفراولة مش هشرب الفراولة، أنا عايزة أعيش وربي عيالي على فكرة هرفانا يا أختي؟ آه، ده كده مش كول سنتر، ده كده استوديو تحليلي ملعب فراولة؟ مش هشرب الفراولة، أنا بخاف، بخاف من فراولة ماما، ماما، مش لازم يا ماما، يعني اشربيها صلصة، يعني أي حاجة تانية ده أنا عصرها بإيدي ما المشكلة إنها بإيدك، ده معناها إن أنت عصرها من قبل ما يختروا الخلاط يا ماما على فكرة بقى يا طونت، البفتيك بتاعك النهار ده كان بيشد وكان مقدد اسمع له عليك يا قبل نظيرة، حشحش يختي طبيخك اللي زي الفل اللي ما حصلش ده من يوم الواد ما تجوزك وهو وشه بيقد اللقمة، ما قدت الواد يا شيخ حرام عليه سامع مامتك يا حزم؟ حزم، لما امرتك بقوله بقول لكم إيه؟ مساء الخير يا فنديم حزم معاكم آه يعني أنا لازم أهلبيو، أحب حارتك تسمع على عرض جديد بتاع الشاطر والمشهور الشاي ده يا فنديم بعبارة عن شاطر ومشهور وبينهم زفت طازج معاكم ميات مأهولة من المايونيز الميلات زي الدسم والخاص الدبلان الفريشو معاها رز بالقرفة من أيام الاحتلال، وفراولة منتهت الصلاحية يا راجع مهاردك البيانات عشان إجراءات الطلاق، ولات له الفراول علي وقلع في نفسه وأخلص شكرا لاتصالكم يا فنديم ونتمنى لكم وجبة سعيدة بقى